تستمر انتهاكات إيران خارج حدودها وداخلها في الداخل الإيراني حتى الأطفال يعانون من الانتهاكات كما أكدت الأمم المتحدة حيث يتم التمييز ضد الفتيات والأطفال من الأقليات العرقية وتتفاوت حقوقهم وفقا للجنس أو العرق أو المعتقد أو اللغة التي يتحدثون بها ولا تحترم حقوق الطفل وتمارس عمليات تعذيب بإشراف مسؤولين إيرانيين لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة طالبت إيران بوقف فوري للانتهاكات وتحويل المسؤولين عنها إلى المساءلة من جانب آخر أرسلت 17 منظمة حقوقية خطابا لدول مجلس حقوق الإنسان لتخصيص جلسة لإيران وانتهاكاتها حيث تمارس إيران أنواع مختلفة من الانتهاكات ومنها إعدامات واعتقالات تعسفية دعم وتمويل الإرهاب والعنف في دول المنطقة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتدخلها في شؤون دول مجاورة التعدي على حرية الرأي والمعتقد انتهاك حقوق الشعوب غير الفارسية انتهاك حقوق الإنسان قمع النشطاء السياسيين وممارسة التعذيب الممنهج المنظمات الحقوقية الدولية دعت إلى إجبار النظام الإيراني على عدة أمور منها إيقاف فوري لأحكام الإعدام خصوصا بوجود أدلة تثبت أنها أخذت لدوافع سياسية وليست جنائية حثوا السلطات الإيرانية على إيقاف المحاكمات ذات الدوافع السياسية وإسقاط التهم ضد المعارضين إجبار النظام الإيراني على إدخال لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة وإدخال ممثلي منظمات حقوق الإنسان المستقلة من أجل مساعدة ضحايا الانتهاكات المنظمات الحقوقية أكدت أن عدم استقلالية القضاء في إيران يمثل عقبة في طريق التقدم حيث يتم تعيين قضاة موالين للنظام فقط لإصدار أحكام وعقوبات مشددة وفق أهواء النظام وهو ما تسبب في زيادة حجم الانتهاكات خاصة ضد المعتقلين المحكومين في سجون إيران المنتشرة في البلاد قاسم حميد العربية